بيكون في فرصة كمان لما أكبر يعني لما بيكون لها كتب فأنا السنة دي عندي 3 كتب في المعرض فأنا سعيدة جدا جدا عندك للجنة سور وطرق خسيرة للسفر والاتنين طالعين من نفس الدار وبعدين عندي كتاب مفاجأة كده طالع من يوم فقط يعني كان لسه في المطبعة وهو كتبته مع الكاتب الكبير الراحل أدور الخراط رواية مشتركة كانت ضاعة يعني كان مخطوط ضايع 20 سنة تقريبا كتبنا إحنا الاتنين مع بعض وطبعا أدور الخراط اتوفى في 2015 فلما لقيت المخطوط من كام شهر بس كنت سعيدة جدا ونشرنا والعنوان اسمه صدى يوم أخير العنوان حلو جدا طب ما نبدأ من صدى يوم أخير يعني إيه الفكرة وراه والله أدور الخراط هو حد كان يعني مهتم جدا بالشباب لما أنا كنت شباب كان دعمني جدا في أول كتاب لي يعني بنحاول كان دعمني في أول كتاب لي كان اسمه نحت متكرر نشرته سنة 95 وكتب عنه وهو كان مهتم بكل جيلنا الحقيقة وبعدين فجأت وبعدين جيت أنا هاجرت في 97 ففجأت بعد كم سنة من الهجرة إنه حد بيكلمني من مجلة في لندن اسمها سيدتي طبعا هادية سعيد كاتب عراقية شهيرة وكاتب نسكة سيدتي وقتها وبتقول لي أدور الخراط اختارك قلت إزاي ده قالت لي هو ابتدى رواية وعاوز تكمليها فكرة حلوة جدا ونقعد نكتب مع بعض يعني في نفس الرواية فأنا طبعا هلعت وخفت خوف شديد جدا يعني تكتبه بنفس تاخدي نفس الخط اللي هو بيكتب فيه ولا تكتبي مثلا أجزاء أخرى بالزبط عملنا كده بقى يعني هو ابتدى الفصل الأول وأنا الفصل الثاني بنفس الخط آه يعني هو كأنه بيرميلي الكرة في ملعبي فأنتي تكملي وأنا أكمل وبعدين أرميلي الفصل الثاني وأبقى منتظرة أشوف هو حيرد زي فيكتب هو الثالث وهكذا لحد ما خلصناها يتنشرت مسلسلة في سيدتي وبعدين زي ما بقولك ضع المخطوط مني يعني بحاول ألاقيه وبعدين مؤخرا لقيته فكنت سعيدة جدا ونشرناه بقى السنة دي يكون فات عشرين سنة بالزبط على كتابة الرواية المشتركة دي وتجربة جديدة وفريدة تجربة جديدة وفريدة وأكيد فيها رأيين مختلفين لكن أنتو الاثنين كملتوا شكل الرواية بشكل جديد هي عاملة بالزبط زي الأفلام السينمية اللي كان بيبقى فيها يعني عزام يعني بيكتبوا فيها يعني وبتدي كده ثقة المختلف صحيح صحيح في الكتابة وانت عارفة كمان في المزيكة فيه فكرة أن المقطوعات تبقى مكتوبة لبيانو بس اتنين عازفين صحيح فأنا يعني بالزبط في خيالي كان أن احنا عملنا تجربة تشبه كده بس بقى في الكتابة المشتركة صحيح جميلة جدا عملتوا سينفونية سينفونية مختلفة صحيح